السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه يا رب اكونوا في الف خير النهاردة احنا في فيديو جديد مع بعض وفيديو النهاردة بقى جاولة في راس البر في محل اسمايل اه طبعا المحل ده عن نيل على طول محل جامل جدا كل الحاجات اللي فيه تحفة جدا هنشوف الوقت هنستعرض كل الحاجات دي مع بعض زي ما احنا شايفين كده الستاند ده بقى رفيح الان بقى وفي اكسسورات وكده هنشوف دلوقتي مع بعض برضو كل الحاجات اللي هو عرضها دي وكل الحاجات دي بخمستاشر جنيه انسي الاب بقى حلان كلام من ده وكمان برضو فيه سلاسل عنده السلاسل اللي هي بتنور في الضلمة دي حاطتها برضو بره على الستاند اه اسعاره حلوة جدا ولو اخدت كمان شوية حاجات بيعملك عليها خصومات اصحاب المحل ناس زوق جدا يعني بجد اه كل الشعائب اللي هو فيه نك كلهم زوق وكويسين جدا بجد يعني ما شاء الله يعني اخدت شوية حاجات وكرمون فيهم بجد والله وكده فمشاء الله كانت انت روحتو كمان ان شاء الله هناك وعرفتم انتو جايين تبع القناة كده ان شاء الله هيكرموكو اكتر كمان دلوقتي بقى ازا باحنا شايفين كان الستاندد دي اللي عليها التوك بتاعت البنات دي حلوة جدا عنده بصوا بقى كل الحاجات كل الازواء وكل الالوان كل الحاجات اللي طالعة موضة هتشوفوها معايا دلوقتي يعني مفيش توكة الساعة مش موجودة هناك كل الحاجات دي موجودة وبأسعار كمان حلوة جدا زي ما احنا شايفين كده انا حاولت طبعا ان انا صور لكم كل حاجة آآ واضحة وكده معانا زي ما احنا شايفين التوك بقى الفيوم كات التو الصورات اللي هي العادية دي آآ طبعا المناسبات ده والصهرات والتوك العادية للمدرسة وكله كله موجود ما شاء الله طبعا التوك الصغير دي في حاجات مسلا من سبعة ونص في حاجات اقل من سبعة ونص في حاجات مسلا عاملة عشرة في حاجات عاملة خمستاشر حسب طبعا برضو التوك كمان يعني شكلها عامل ازاي وستيلها يعني بمعنى اصح طبعا مش هنكر طبعا دلوقتي ان معزم التوك بقت اسعارها غالية بس عاملة هم شايفين بقى التوك اللي كنت بش اقولوكو عليها دي انا بقولوكم ان انا كنت اخدت من دول الولادي وكده آآ مش هينكر طبعا دلوقتي ان معزم التوك بقت اسعارها غالية جدا بس طبعا لما بتقابل الناس زوء زي اللي في المحل وكده دول وآآ بيتكلموا معاك كويس وبينزدولك في السعر شوية وكده بتاخدي شوية حاجات دي حاجة كويسة طبعا في محلات بتخشي لا تحس ان انت عايزة تهرب بقى متشايفين برضو التوكة دي آآ دي طبعا اللي طال عموضة برضو السنة دي وكده في كيات تخشي ممكن تخشي محلق ما يعكبكيش برضو الناس اللي فيه من طريق كلام هم ناشفة وكده فتتخنق وتخرجوا بسرعة علاقة ما ما شاء الله حلوين جدا آآ بتكلموا معاك باسلوب كويس وكمان اسعارهم جميلة زي ما احنا شايفين حتى ما عرضت عليهم فكرة ان انا اصور الفيديو ده ونزيله على القناة رحبوا جدا وخلونا اصور كل حاجة في المحل زي ما احنا شايفين كده عندهم كل حاجة كل اكساسوريز بقى اللي احنا نشوفها دلوقتي بقى بصوا كل الاشكال اللي ممكن تتوقعوه وتتوقعوهاش موجودة عندهم الحلقان بقى والاساور والحاجات دي كلها واسعارها حلوة جدا يعني انا دلوقتي هوريكو سعر كزا حاجة آآ في حاجات عجبيتني كتير جدا هو اللي علي الخواتم ده هو كمان قال لي صوره لكم بجد الحاجات دي كلها طالعة جديدة وموضة واسعارها حلوة جدا برضو زي ما احنا شايفين كده انا حاولت اصور لكم طبعا بقدر الامكان يعني عشان طبعا الناس كانت وافا في المحل برضو ما حابتش عبطلهم وكده دي برضو مجموعة حلقان كتير تشكيلة كبيرة وعنده كمان ميكوب بقى والمحافظ والكلام والبرتوفيهات والكلام ده كله والمحل كمان من جوا فيه طرح وكده لسه هنشوف برضو هنستعرض كل الكلام ده مع بعض فينا كمية برتوفيهات كتيرة اهيه كل الاشكال يعني بمعنى اصحة وكل الالوان البنكات والاسود والازرق والكحي كله كل حاجة موجودة تمام والاكلادور بقى والمنكير والكلام ده كله كل الدراجات برضو موجودة وحتى الحاجات اللي هي غالية قوي بقولي على مسلا لو انا جاب من حاجة كمية وكده وهعرضها بنزل في سعرها جامد جدا يعني مشاء الله برضو كل بقى السلاسل والكلام ده برضو آآ بجد يعني كل حاجة في المحل كيتعجباني دي برضو مجموعة حلقان برضو كده حلوة بقى للعرائس وكده من نجيب تشكيلة حلوة من دي زي ما اخنا شايفين هنا كده برضو هنا ندخل بقى النظارات الشمس آآ وطبعا هنا برضو عنده بقى تشكيلة حلوة جدا بقى وكذا شكله كده شايفين برضو انا حاولت كده اجمع لكم آآ الحاجات اللي هو عارضها دي كلها حاولت اصور كويس يعني بقدر الامكان عشان طبعا في ناس داخلت تشتري وكده ما حبيتش طبعا برضو عالطلهم الدنيا انا احنا شايفين كده كل التشكيلة كل الوان بتاعتها يعني ما فيش لون اسم مش موجود عنده في النظارات في حريمي وكمان في رجالي عنده معظم الاغليبية اللي حصورنا دلوقتي ده كان الحريمي وفيه كمان آآ رجالي برضو دي بقى النظارات اللي هي النظر مسلا لو انت عايز تخده اللي هو الشكل بتاعها بس الخريج مش الازاز طبعا حينها برضو هنخش بقى لها مجموعة الاكسوسوريز دي برضو حلوة جدا دي بقى الحاجات اللي هي لونها لونها ما بيغيرش عمتن يعني وقالنا ان خامتها مضيفة يعني وكده ولونها بيغيرش عمتن يعني كده بمعنى اصح وهنا طبعا بقى دي كل الميكوب آآ عنده برضو يعني بصوا المحل شامل كل حاجة اكسوس رستوك ميكوب آآ شونت برتفهات آآ آآ طرح كل حاجة ما شاء الله موجودة عندهم نظارات يعني زي ما انتو شايفين كده كل حاجة هتخشي هتلاقيها عندهم هنا بقى اللي عجبني برضو قوي شايفين برضو لطقمل في العلبة دي بقى دي ادي اطقم اطفال انا سألته عليها قالت دي اطقم اطفال يعني الطقم الواحد يعني بالعلبة الواحدة كده عاملة خمسة وستين جنيه اسورة بآآ بسلسلة بالحلق بتاعها فبجد حلوة جدا يعني في ايه اشكالهم طبعا حلوة جدا طبعا التصوير ظلمهم عشان طبعا بصور موظم الحاجات دي من وراء الازاز وكده بس حلوة جدا ما يكون الطقم ده عامل خمسة وستين جنيه وهنا دي برضو مجموعة بقى اساور وسلاسل وكده برضو حلوة قوي ما احنا شايفين كده برضو التشكيلة طبعا الموجودة عندهم يعني انا كنت حاسة انا بتفرج انه مفيش حاجة ساعة مش موجودة بجد ما شاء الله كل حاجة اللي موجودة عندهم كل الاسباق اللي ممكن تتخيلوها ما شاء الله موجودة المحل طبعا اسم اسمايل على النيل على طول هنا طبعا بقى دي لسا ده برضو اللي عليها البرتفاعات الصغيرة او البوك الصغير المحفظة الصغيرة كده دي طبعا كل الاشكال اللي كانت موجودة عندهم طبعا ده برضو اللي هو التتهاب او الكلام ده برضو دي طبعا بقى حاجات خاصة بالاطفال هنا طبعا دي برضو مجموعة تروح بقى نصورها لكم كده من فوق زي ما احنا شايفين هو ما شاء الله المحل كبير ويعني فيه حاجات كتير جدا زي ما احنا شايفين كده برضو هنا دي مجموعة شنط دي ما احنا شايفين كده بقى ايه انا صورت لكم المحل بمعنى اصح يعني كان تصوير كده شامل لكل حاجة عندهم طبعا ما تنسوش بقى اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وان شاء الله هنزل لكم مجموعة افكار تانية بازن الله لو عجبكم ان يقعدوا من الفيديوهات اكتبوا لي تحت في التعليقات ولو عايزيني مسلا عملكوا جولة في محلات معينة اكتبوا لي وان شاء الله اعملها معاكم دي برضو مجموعة برتفهات كده برضو والشنط الصغيرة زي ما احنا شايفين كده ممكن طبعا تخليه برتفه ممكن طبعا بيكون معا الحبل اللي هو الصغير في الشنطة تخليها شنطة صغيرة زي ما احنا شايفين كده برضو التواج دي اللي قلت لكم عليها في الاول حلوة جدا برضو كل حاجات دي اسعارها يعني مش غالية يعني التواج الصغيرة دي اللي تحت دي بيبقى في الواحدة اتنين او اربعة كانوا عاملين حوالي سبع امص الواحدة اه الورقة يعني بالزبط فيها تكتين او او اربعة طبعا هم بتوعوا مسلا بتعملي بيوم قططين في شعر بنت او كده حلوين جدا برضو اتمنى ان شاء الله طبعا ما تنسوش اللايك وتفعيل الجرس وتزوروا طبعا المحل ده هيعجبكم جدا 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 واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية على خير